الساعة دلوقتي تمانية معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع ليندا تفضلي ليندا شكرا منا الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يحل ضيفا عزيزا على وطنه الثاني مصر في زيارة تستغرق يومين وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر أن تتضمن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر عقد مباحثات ثنائية مع رئيس السيسي حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبول تعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العمقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية مواحدة لصلاح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية انطلقت فعليات المنتدى الإعلامي المصري السعودي برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك وقال جبر إن الإعلام يلعب دورا كبيرا ومؤثرا بين البلدين مشددا على ضرورة العمل معا على مواجهة التحديات التي تواجه العالم وأضف أن مصر والسعودية هما رمانة الميزان في المنطقة والإعلام فيهما قوي ويقود إعلام المنطقة أجمعا تنطلق اليوم فعليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين وتناقش النسخة الثالثة من المنتدى الذي يستمر لمدة يومين عددا من الأولويات الهامة للقارة الإفريقية مثل دعم التعاون من أجل مكافحة الإرهاب وتجاوز تدعيات جائحة كورونا وتحقيق الأمن الغبائي والدفع بجهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار أفضل الكفاءات المتقدمة للتحاق بالجهاز الإداري للدولة جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماعا مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أعلن الانتهاء من هيكلة الوزرات حيث أكد أنه يجري العمل على هيكلة شاملة للدووين المحافظات على مراحل متتالية بالتوازي مع تحديث الهياكل التنظيمية لأغلب المدريات والهيئات والجهات التابعة أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة بالجزائر وأوضحت الخارجية الجزائرية أن زيارة تنترجه في إطار التنسيق المستمر بين الجزائر وأمانة الجامعة بخصوص التحضير للقمة العربية التي ستنعقد بالجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل وكذلك حول مسائل أخرى تخص مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية على ضوء التوترات الحالية على الساحة الدولية وما خلفته من انعكاسات سلبية على دول المنطقة أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي عن عدم تحقيق أي تقدم في محاولات رفع الحصار عن المواني الأوكرانية لتصدير المنتجات الزراعية وقال زيلنسكي في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام اجتماع مكتب جمعية الاتحاد الأفريقي إن هناك مفاوضات صعبة على عدة مستويات لرفع الحصار عن المواني الأوكرانية مشيرا إلى أنه لم يتم العثور على آليات حقيقية تضمن أمن المواني وأضاف رئيس الأوكراني أن بلاده تنظم التصدير بواسطة السكك الحديدية وعبر الدول المجاورة لإصال المنتجات الزراعية إلى المستهلكين أعلن رئيس المجلس الأوروبي شوال ميشيل أن قادة دول الاتحاد السبع والعشرين سيناقشون في قمتهم المقررة يومي الخميس والجمعة في بركسل مسألة منح كل من أوكرانيا ومولدوفا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى التكتل وأوضح ميشيل أن القرار بشأن الموافقة على حصول أوكرانيا ومولدوفا على وضع الدولتين المرشحتين رسميا لعضوية الاتحاد والذي كانت المفوضية الأوروبية قد أوصت الدول الأعضاء بالموافقة عليه يجب أن يصدر بالإجمع يعقد الرئيس الفرنسي إمانيوال مكران اليوم اجتماعات متتالية مع ممثل القوى السياسية الرئيسية في الجمعية الوطنية الجديدة وبعد شهرين من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها مكران بولاية ثانية فشل تحالف مكران في الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية التي تبلغ 289 مقعدا من أصل 577 مقعدا نهاية المنجزة الثامنة ناوه للإستكمال الباقي في فقرة الصباح خير يا مصر بعض الفاصل